اليوم زيارتنا عن دولة الرئيس كانت لطلاعه على كل تفاصيل الزيارة الإيجابية المميزة جدا إلى قطر اللي قمنا فيها الأسبوع الماضي وتخللت تعدد لقاءات مهمة للبنان كان التركيز فيها له طابع سياسي اقتصادي اجتماعي بامتياز بدءا من اجتماع مع رئيس مجلس الشورى بدولة قطر وعضاء مجلس الشورى والتباحث بالشأن اللبناني وعدة أمور وأيضا تخلل الاجتماعات لقاءات كثير مهمة مع وزير المالية وزير الطاقة وزير النقل وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة وعدد كبير من الوزراء الآخرين اللي هني معنيين أيضا بدعم لبنان بشكل كتير كبير بعدة مبادرات أطلعت دولة الرئيس أيضا على المرحلة القادمة اللي هي إنشاء لجنة مطابعة وبدء العمل على اللجنة المشتركة القطرية اللبنانية بالاتفاق مع الجانب القطري اللي هي بدأ تركز على مبادرات اليوم لدعم الطاقة البديلة بلبنان لنقدر نأمن أكثر من 450 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية أيضا في مبادرة تتعلق بموضوع النقل وفي مبادرات تتعلق بالأمور الأسرة اللبنانية والدعم الاجتماعي وفي أمور تتعلق بالنقل والمشاريع على المدى الطويل نحن طبعا كله هيدا سيتم التعامل فيه بالتنصيق مع الوزرات المعنية هننقل لجميع الوزراء المعنيين الصورة الإيجابية والدعم الكامل من دولة قطر بهذه الملفات كلها على أساس أنه يبدأ العمل فيها مطلع العام القادم أيضا أطلعنا على كل الصدى الإيجابي اللي وصلنا من أكسبو الدوحة 2023 اللي كان فيه افتتاح للجناح اللبناني الافتتاح الرسمي للجناح اللبناني بأكسبو 2023 اللي تميز وتقلق بنجاح كتير كبير بشهادة وزارة البلديات والمعنيين على الأكسبو أيضا هلأ عم نذكر نحن موضوع البلديات كمانا حكينا مع وزير البلديات بمشروع كتير مهم اللي هو العمل المشترك على خلق توأمة بين البلديات القطرية والبلديات اللبنانية كمانا موضوع سيعاد النظر فيه ودراسته للبدء بالعمل الجدي عليه مطلع العام القادم لما يقدم من أمور مهمة للبلديات والوضع اللبناني العام بشكل خاص موضوع البلديات يعطيكم ألف عافية